الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراف المستقيم صراف الذين أنعمت عليهم وإذن الضوب عليهم ولا الضالين إن في طلق السماوات والأرض والطلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وها أنزل الله من السماء من ماء مخاحيا به الأرض بعد موتيا وبستبيا من كل دافة وتطريب الرياح والسعار المتفر بين السماء والأرض وتقر بين السماوات والسحاب المتفر بين السماء والأرض فآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض والطلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء مخاحيا به الأرض بعد موتيا وبستبيا من كل دافة وتطريب الرياح والسعار المتفر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتقذ من دون الله أمدادا يحبونهم وحب الله والذين آمنوا وشفت حبا لله ولو يرى الذي أظلموا إذ يرى العذاب أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتفطعت بهم الأسباب فقال الذين اتبعوا لو أننا كرة فأتبرأ منهم كما تبرأوا منا فذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس فقالوا مما بالأرض على لا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالزوء والمحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل أمو اتبعوا ما أنزر الله قالوا بل اتبعوا ما ألبينا عليه أباءنا أولو كان أباءهم لا يعقدون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا بمثل الذي ينعط بما لا يسمع إلا دعاءهم ونتبعا ثم مكم العمر فهم لا يعقدون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رسفناكم واشكروا لله إن كنتم هي أو تعبدون إنما أرم عليكم الميتة والثمى ونحمل خنزل وما أكل به لغير الله فمن الضر غير باء ولا يعقد فلا يسمع عليه إن الله ظفوره رحيم إن الذين يكتمون ما أنزر الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في أطولهم إلا النار ولا يتلمهم الله يوم القيامة ولا يتفكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أفكرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شفاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذا بالقرغة واليتامى والمساكين وبن السبيل واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموثون بعادين إذا عاهدون والصابرين في البأساء والضهراء وحين البأس أولئك الذين ضدقوا أولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتاز في الفتنة الحر بالحر والعبد بالعبد والمكاة بالمكاة فمن عبيه من أغيجين فاستباع بالمعروف واتاء إليه في أحسان ذلك تخفيهم من ربكم ورحمة فمن اعتذى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في الفصوة عيات يا أولي الألباب لعلكم تكتقون كتب عليكم إذا حضر حدثم الموضي ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين في المعروف حقاً على المستقين فمن بثاه بعدما سمعه فإنما رتمه على الذين يبثلونه إن الله سميع عليم فمن خاف منه سمجنفاً ورثماً فأسلع بينهم فلا رتم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من طبلكم لعلكم تكتقون أياماً معدوداً وفمن كان منكم بريغاً أو عادة فإن بعزكم من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه بذية طعام مسكين فانتطوع خيراً وخير له وانتطوم خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الثراظ المستقيم ثراظ المثيل أنعمت عليهم خير المطوب عليهم ولا الظالمين حمد شهر مروا الذي ننزل فيه القرآن مدى للناس وغيناتهم من الهدى والفرقوة فمن شهد منكم الشهر خيسوا ومن كان مريضاً وعلى سبب وفعزكم من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العزة ولتكفروا الله على ما هتاكم ولعلكم تشكرون وإذا ذلك عبادي عني بإذني قريباً أجيب زعاة الثاء إلى زعاء من يستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام ربثوا إلى إتائكم هم لبات لكم وأنتم لبات لهم علم الله أنكم كنتم تختارون مفسكم فتاب عليكم وعفعاكم فالآن لا باجرهم وامتقوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتغين لكم الخيط الأبيئ من الخيط الأسود من الفجر ثم من الخيط من الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد إذن حدود الله ولا تفرضوها كذلك يبين الله آجاته للناس لا تعمل أهلا ظلمي فباقي للناس والحس وليس البر بانتات البيوت من ظهورها ولكن البر من استقاءت البيوت من أبوابها واستقوا الله لعلكم تبمعون فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فقتلوهم حيث سخدموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والبثنة وأشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد العرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكابرين فإن انتهوا فإن الله ظهور رحيم فقاتلوهم حتى لا تكون بثنة ويكون السين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاد فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المستقيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة وأعتموا إن الله يحب المحسدين وأزموا الحج والعمرة لله فإن نحسركم فما استيسر من الله ولا تحنقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن جاد منكم مليغا أو به ألم من رأته فبزيتم من صيام أو صدقة أو سكر فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى العهد فمن سيسر من الهد فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام في العهد وسبعة إذا رجعتم إذ عشرة كاملة وذلك لمن لم يكن آله حاضر المسجد الحرام واستقوا الله واعلموا أن الله شديد العصاب الحج وشعر معلومات فمن خاط فيهن العج فلا وفف ولا فسوق ولا جزاء في العج وما تفعلوا من خير يعلموا الله وتزودوا فإن خير الزاد استقوا واستقوا يا أولي الألباب ليس عليكم جناع أن تبتقوا ففلا من ربكم فإذا خلطوا من عرفات فاذكروا الله عنك بمجعل الحرام واذكروا كما أداكم وإن كنتم من قبل غين من القابلين ثم عفظوا من حيث وباغمنا وما تظهر الله إن الله رحيم الله الله